بسم الله الرحمن الرحيم احنا وعدنا حضراتكم في اول مايو ان شاء الله هنوعلن طرق تسليم المشروعات سواء اليكترونين او ارقيا والنهاردة هنحب نعرف حضراتكم بهذه الموضوعات احنا بس قبل ما نكمل شرح عاوزين نتأكد ان احنا متفقين ان المشروعات كانت للصف الثالث الابتدائي للصف الثالث الاعدادي وفي بعض الاحوال الاولى او التانية السنوي من ابنائنا في الخارج او في المنازل والخدمات لما نيجي نكتب اسماء الملفات هيطلب مننا تحديث العام الدراسي فده نموذج لهذه المسميات لو احنا في اي سنة ما بين الصف الثالث اللي هو النمرة ثلاثة هنا او الثالث الاعدادي اللي هو الصف التاسع بنكتب G يعني جريد وجنبها رقم الصف الدراسي احنا لو في الثالثة بتدائي يبقى جي ثلاثة لو في ستة بتدائي يبقى جي ستة في الثانية اعدادي يبقى جي ثمانية اوكي والعدادي ليه الصف السابع جي سبعة وهكذا ده بس عشان نتفق على تسمية الملفات لاحقا احنا في طريقتين لتسليم المشروعات اما الكترونيا اما ورقيا هبتدي مع حضراتكو بطرق تسليم المشروعات اه الكترونيا احنا بنفضل ان الناس تقدم المشروعات تعملها وتسلمها الكترونيا لاسباب كثيرة من ضمنها التصحيح بعد ذلك وفرزها والحفاظ على سريتها واشياء كثيرة اخرى ولكن في المرحلة دي احنا سايبين الفرصة الناس تعملها يا كده يا كده لو احنا عملنا المشروع رقميا في سورة ويرد او اي شيء اخر لازم الاول نحفظ الملافق صورة في اول خطوة زي ما حضراتكو شايفين هنا وبعدين لازم نسميه بشكل معين هنسميه بشكل بسيط اللي هو الرقم التعريفي بتاع احد الطلبة اللي عملوا المشروع مش كل الطلبة لو انا واحد يبقى ده رقم تعريفي بتاعي لو انا اكتر من واحد في المجموعة بنختار واحد بس ولا هيسلم بالنيابة عن المجموعة يحط رقمه التعريفي هنا وراه الصف الدراسي زي ما اتفقنا قبل كده لو ده تلتة ابتدائي هيبقى جيه تلاتة لو كنت انا في قولها ده هيبقى جيه سبعة وقابله الرقم التعريفي دي اول حاجة بعد كده هنحضرنا الملف في صورة pdf وسميناه بالاسم الصح نخش على منصة باي باي فصل دراسي انا منضم ليه هلاقي حاجة جديدة تلقيت دي ايكون اسمه المشروع البحسي لعام تسعتاشر عشرين هشوفها داخل الفصل بتاعي اما شوف دي هضغط على هزي الايكونة هتتفتح لي نفذة رفع المشروع اللي حضرتكوا شايفينه هنا هنا برفع ملف ال pdf اللي انا حضرته قبل كده بعد ما اتاكد سميته صح واكتب نقطة مهمة لو انا معايا ناس غيري في المجموعة اكتب الاكواد او الارقام التعريفية الخاصة بجميع الطلب المشاركين في خانة التفاصيل جوه النفذة دي واضغط على زر التسليم فالمسألة بسيطة جدا يعني بحضر اسم الفايل بطريقة معينة بكتبه بسميه بشكل معين بحطه في pdf بدخل على حسابي في المشروع البحسي اللي هو واضح جدا ارفع الملف اكتب اكواد زملائي ان كان في زملاء وادوس التسليم النهائي كده الملف يبقى تسلم للوزارة هذه المنصة اللي حضرتكوا شايفينها هتكون متاحة لحضرتكوا اسبوع من النهاردة يوم 9 مايو وتظل مفتوحة نسلم عليها المشاريع لمدة اسبوع اخر لحد 16 مايو فاذا احنا عندنا اسبوع من النهاردة للسبت الجاي نحضر فيه ملفاتنا نخلص فيه المشروع نرجعه نسامي الملف يوم 9 مايو اللي هو السبت القادم حضرتكوا تخشوا في اي يوم يعني مش لازم يوم 9 بين 9 و 16 مش لازم كلنا نهجم عليه في وقت واحد يعني ممكن اقدمه يوم 10 يوم 11 فمش مشكلة خالص مهم هيوصلنا بهذا الشكل فب لو انا عملته ورقيا لو انا عملت المشروع رقاميا وده ينطبق على ناس معرفتش تعمله الكترونيا او طلاب منازل او خدمات او دامج او طلاب مصرين في الخارج بعد تجهيزه رقاميا هنحطه في ظرف مغلق اهم حاجة نكتب على الظرف من برا الارقام التعريفية والصف الدراسي ولو انا بنتمي لفئة خاصة زي انا اول او تانية سنوي مثلا منازل او ابناء انا في الخارج او دامج او كده بكتب دهين فالظرف عليه الاقام التعريفية للمجموع مش اسامي الطلاب الصف الدراسي ولو انا بنتمي لفئة من الفئة هنقدم الظرف ده للمدرسة الادارات عندها تعليمات تستقبله ازاي نقدمه للمدرسة برضو في نفس الاسبوع اللي هو من تسع مايو لستاشر مايو واحنا عاملين اسبوع عشان لان نتزحم على المدارس وعندنا اليوم كله واوقات مختلفة فنحاول نوزع نفسنا بحيث نحافظ على صحة الولاد او الامور الراحين والمعلمين في المدارس والاداريين اللي بيستقبلوا ولازم طبعا لما نروح المدارس نكون لابسين الماسك ونكون لو لابسين بقى احسن ونحافظ على التباعد الاجتماعي اثناء التسلمة عملية بسيطة جدا بنسلم الظرف بنغادر المدرسة فالمسألة مش محتاجة وقت ولا اجراءات ولا علاقة للتسليم المشروع باكواد او بدفع مصاريف او بايش اخر المصاريف المدرسة هتستقبلها ايا كان الوضع ولا يمكن تمتنع عن استلامها فبالتالي احنا كده عرضنا التسليم ورقيا زي ما حراتكم شايفين اللي من لم يستطيع عمله الكترونيا او الكترونيا عن طريق منصة المدرسة وفي الحالتين ده يبتدي يوم تسع مايو ان شاء الله وبالتوفيق الولاد كلها وكل سنوة حضراتكم طيبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة